اهلا وسهلا بكم يعني لازم تديلي البديل بديل عن كانت مؤسسات عقابية خلاص مهترئة حتى محاولات تجددها لازم تبوء بفشل ليه خلاص بنيتها البنية بتاعتها الستركتشر بتاعنا بتكلمين على بنيتها حجر واسمنت ما بقتش تحتمل التجديد ده اصلا اتنين ناهيك انها موجودة في قلب الكتلة العمرانية دي مش مسئولية الرئيس بالمناسبة مش هو اللي حطها في قلب الكتلة العمرانية والحقيقة الكتلة العمرانية هي اللي زحفت عليها يعني سواء اذا كان فطورة ولا في المنوفية ولا في الشرقية ولا 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 ده اللي حصل استلمناها كده مصر استلمتها كده استلمتها قديمة بعض هذه السجون عمره اكتر من مئة سنة استلمناها وحواليها زحف عمراني كسيف حتى امنيا خطر على الناس اللي سكنة وغلط على السجناء اللي موجودين دول سهل يهربوا يعني كده اه بتعمل الحراسة المشددة وما الى ذلك بس بالمنطق هو فيه سجن وسط كتة العمرانية طيب اتنين المراكز بقى لانه دي كانت زمان اسمها كده اسمها السجون طيب هي دلوقت اسمها مراكز وبالمناسبة اسمها مراكز للتأييل والإصلاح مش لمجرد المسمى يعني مش لمجرد ان احنا عجبتنا الجملة او يلا بينا نغير المصطلح فكده لا المسألة مش كده خالص المسألة ان هي انت لازم تبص على الامور بمنتهى العمق اول حاجة لازم تتنقل بعيد عن الكتل السكانية فلازم تبني مكان جديد عظيم طيب المكان الجديد ليه فلسفة فلسفة دي قالها الرايس في هذا البرنامج على التليفون قبل افتتاح سجن وادي النطرون او قبل بالادق بقى هنا افتتاح مركز التأهيل بتاع وادي النطرون والكلام ده قاله الرايس النهاردة وهو في اكاديمية الشرطة ان اللي ارتكب خطأ او جريمة مش اخر الدنيا يعني ومش هنعاقبه مرتين مرة يعاقب على ما فعله وهو تقييد الحرية بس كمان ما ينفعش اعاده في مكان غير مؤهل وغير ادمي وغير انساني وعلشان دي مش اخر الدنيا لازم ااهله لحياته اللي جاية بعد ما يقضي الفترة بتاعته جوه هذا المركز وبالتالي هذا المركز يؤهله للاندماج في المجتمع اقول مرة كمان يؤهله للاندماج داخل المجتمع لهذا فيه الاصلاح انا بصلح نفسه هذا الرجل او هذه السيدة دول مواطنين مصريين جزء من وجبي ودوري كدولة ان انا اصلح من نفسه وحطه على الطريق الصحيح وساعده طب هساعده ازاي بس بيه الرعاية الاجتماعية او النفسية داخل المركز لا ده انا لازم اساعده انه يعرف يشتغل فاللي ما كانش يعرف له صنعه بنعلمه جوه والله ده بيصلح موبايلاد ده بيرسم ده بيصلح حاجة ده بيشتغل غزلة نسيج نول نقاشة نجارة حدادة الاخ 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 وليس من سمع كمن رأ انا كان حظي كويس ان انا رحت تلات مركز رحت ودي النطرون رحت بدر رحت مرح العاشر من رمضان كويس كلهم معمولين على نفس دات النسق باختلاف المساحات بقى دي قصة تانية لكن نفس دات النسق او بالادق هي نفس الفلسفة ده بخلاف انها مراكز بالاساس سستينبل زي ما بيت قال يعني هي بتصرف على نفسها طول الوقت اولا هي فيها مزارع المواشي والدواجن والخضر والفاكهة والصوب يلخ 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 الاراضي دي بتعود الى الدولة مرة تانية الاراضي بتاعت السجون القديمة تعود الى الدولة الدولة بقى تتصرف فيها دي جوه مناطق سكنية تستصمر فعملان المراكز دي مش بس وقف عليها ببلاش لا هتلاقي من وراها فائد كمان بس برضو مش دي القصة فلسفة الدولة مش ببلاش ولا فائد مش دي القصة فلسفة الدولة ان في مواطن دخل بسبب انه خرج عن القانون فانا عاوز ارجعه تاني لعباقة القانون او داخل العملية والمصار القانوني كيفما يجري في مصر بحيث انه لما يخرج للمجتمع يخرج مندمج مع هذا المجتمع طبعا انا هضراب لك مثل بسيط عشان تعرف ازاي بتجري عملية الاصلاح جوه لو افترضنا ان فلان الفلاني بيقضي فترة ما داخل هذا المركز وعنده بنت خطبت لاجل الزواج جاي معاد الزواج البنت بتتاخد مع والدها ويروحوا على معرض مجاهزاه الدخلية ده بجده والله مش هزار واسأل ورايا بالمناسبة اسأل ورايا ده بجد معرض بتجهزوا الدخلية مخصوص لهؤلاء النزلاء اجهزة كهربائية مش عاموبيليات الاخ 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 البنوتة بتختار حاجتها ده جد وانا عارف انه ده هيودي الى فيسبوك وتويتر وشوية عيالها تقعد تهرج وتهزي مش موضوعي ده اللي بيحصل بتاخد حاجتها الحاجة تتشحن على بيت الزوجية والسلام عليكم دي بتبقى الهدية اللي بتقدمها الدخلية لهذا الرجل او بالتحديد لبنته طيب هي هدية ليه في المطلق؟ لا ان البنت ملهاش زنب اصلا في ان والدها خرج عن المسار القانوني وبالمناسبة جزء من الاصلاح ان الرجل يصبح فاهم ان العمل غلط تاني وبالتالي بما انه بيفهم ان اللي عمله غلط احنا مش هنعقبه تسعمائة مرة هو خلاص مقيد الحرية فبنساعده هل كل الدنيا بتعمل كده؟ لا وتقريبا انا ما سمعتش ان حد تاني عمل كده غيرنا يعني بس اللي قدر اكدهولك برضو لو جيت قريط كويس صحافة عربية وصحافة عالمية على هذه المراكز هتلاقيهم بيكتبوا كده وده برة بيكتبوا كده برة ان مصر بتعمل تجربة جديدة في المؤسسات العقابية تجربة جديدة لم ينتقدوها نقدا لازعا مستميتا حارا جبارا هم الاجانب بصوا عليها بصة تانية خالص بصوا عليها باعتبارها تجربة رائدة ومش رائدة وبس يا رائدة في المنطقة واحدة من التجارب الجيدة على مستوى العالم هم اللي بيوصفوا ده مش أنا مش الدخلية المصرية الناس اللي برة هي اللي بتوصف احنا جايبين لك المشاهد تتفرج عليه وحضراتكم شفتوا مبارح اظن برضو بعض المقاطع وتقارير وما الى ذلك ده هو هذه المؤسسة انا مش بقولك بقى هتروح هناك بعد الشر عن الجميع نزيل ان قتيحت لك الفرصة للزيارة اهو زيارة تشوف وتتفرج وتعرف ما تترددش روح وشوف بعنيك ليس الا حتى لو انت متدايق من كل حاجة جات لك فرصة افترضنا انه الجمعة نظمت زيارة لبعض الطلبة يشوفوا التجديد اللي بيحصل في هذه المؤسسة اه والله مش عارف المكان بتاع الشغل اللي انت فيه ايا كان لقيت انه انت عضوا في جمعية كذا بيقولوا ده احنا عامدين زيارة للمركز الفلاني روح وتفرج دي الفلسفة بتاعة الرئيس في هذه المراكز اللي اتكلم عنها زمان زي ما كنت بقول لكم في البرنامج هنا هو واللي اتكلم عليها النهاردة الصبح بدري في اكاديمية الشرطة طيب تعالى نقلك على اكاديمية الشرطة واللي انا شفته الحقيقة في زيارة الرئيس انا من الناس شوف كل الناس تقريبا هتشوف ما تحدث عنه الرئيس وهيشوفوه بالمنطق وهيشوفو الكلام اللي انا بشوف دايما الجانب الانساني وانا بعتبر انه اهم حاجة تبص على الجوانب الانسانية بتاعة البشر فما بالك بالجانب الانساني بتاع هذا الرجل الذي يحكم هذه البلاد ابرز حاجة دايما تلاحظها عند الريس دائما وابدا جبر الخاطر جبر الخاطر شوف الريس هو بيتجول وسط اسر واهالي الزباط والطلبة بتوعه الاكاديمية وهو ماشي بيتكلم معاهم بمنطقة التلقائية والاريحية وبيساق ده فيه راجل مواطن ظريف جميل من بلدنا فضل مسك ايد الرئيس بتاع خمس دقايق والرئيس عامل كده والرجل مسك في ايد الرئيس ده جبر خاطر ده جبر خاطر دي تركيبة هذا الرجل شوف كلامه مع أمنا اللي كانت قاعدة وبعدين حد من أهليتها بيقول لها خلاص قالوا سيبها براحتها خالص طيب شوف الناس وهي بتتكلم وتقولوا ربنا يفتح عليك قضيت على المحسوبية في البلد ربنا يخليك احنا مكناش نحلم مني ولادنا يخشك كلية احنا مكناش كذا الاخ 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 كلام الناس دول دول طبقة متوسطة زي حالاتي وحالاتك دول مش أغنياء البلد دول زينا معظفين وناس طيبين وامل حياتهم ان ولادهم يخش يطلع زابة شرطة يطلع زابة في الجيش فكلامهم هو الانعكاس والمرأة الحقيقية لهذا الوطن لو الناس دي بتتكلم كده مع الرئيس خد هذا الانطباع واعرف الناس دي رأيها في البلد ايه رأيها في هذا الرجل ايه الناس دي بتحبه الناس دي مؤمنة بيه الناس دي مؤمنة بتجربته الناس دي وقفة في ظهره الناس دي عايزاه من يتحدثون عن انه الطبقة المتوسطة دائما هي الكتلة الحارجة صح واللي انت شفتوه من النهاردة مع الرئيس هم دول الكتلة الحارجة فان كانت حارجة فهيبان وان كانت مش بقى متقبلات بتحبه اذا وهو كذلك فاصل ونكمل الكلام يأتي رمضان وتحتفظ شاشة قناة مصر الاولى بموقعها في الصفوف الاولى وتطل على مشاهديها بباقة شاملة من المتعة تضم اعمالا درامية لكبار النجوم وبرامج جديدة واخرى تكمل نجاح مواسمها السابقة وتغطيات اخبارية مستمرة لاحداث مصر والعالم تدخل القناة الاولى الصباق الدرامي باعمال لكبار النجوم منها قصة الامام الشافعي وحياته في مصر فيستعرض مسلسل رسالة الامام بطولة النجم خالد النبوي تفاصيل فقه الامام واكتهاداته في مصر كما تعرض اعمالا اخرى منها مسلسل علاقة مشروعة للنجم ياسر جلال ومسلسل جميلة للفنانة ريهام حجاج على شاشة القناة الاولى تتواصل الاطلالة البرامجية الخاصة فيستمر النجاح للعام الثالث على التوالي مع العلامة الدكتور علي جمعة وبرنامج مصر دولة التلاوة الذي يغوص في سيرة القراء العظام ومقامات التلاوة والحان السماء واصواتها المصرية الساحرة كما يرصد برنامج فوارس الاسلام حكايات رموزه ورافع راياته ويتجدد اللقاء يوميا برسالة الامام الطيب شيخ الازهر ويضيء الشيخ الشعراوي بتفسيره الفريد لآيات الله قلوب المؤمنين ويواصل الدكتور عمر الورداني حلقاته ولا تعسره فيصبغ المسائل الفقهية بروح العصر ومقتضايات الحياة ولا يتوقف شجن حكاوي الأهاوي فيعود بحكايات جديدة توثق روح مصر ولا ياليها مع المذيعة رشا الجمال وينتقل أحمد عطلة بين شروفات الموسيقى والموويل ليكشف لنا عبر مصر تغني طبقات الشجن في ربوع المحروسة ولا يحلو رمضان إلا بأطباقه العامرة على موائد العائلة فيقدم الشيف أحمد المغازي في برنامج أكلة أمي المزيد من الوصفات الصحية الشهية بمشاركة مجموعة من مذيعين ومذيعات القناة الأولى وتستمر تغطيات الأولى الإخبارية في رمضان تلهث وراء الحدث وتقتنس الصبق ويستمر التواصل مع مشاهدين من صباح الخير يا مصر لنشرات الأخبار إلى التاسعة وجبة رمضانية من الترفيه والمعرفة والمتعة وكل عام وأنتم بخير رمضان كريم كل ده بقى عندنا شوفت احنا جابوا للترابيزة بتاعت الكرسي فاضي دلوقتي الكرسي مليان كله عندي المهم تعالوا بقى نروح للقناة الأولى يمكن زي ما حضراتكم سمعتوا كده وهو بيدلنا ملخص عام عن الأولى مقدمة النقي أنا عجبني جدا بالمناسبة إن إحنا عندنا واحد اثنين تلت أجيال في برامج دينية وتفسير يعني هتلاقي مولانا الشيخ الشعراوي وبعدين هتلاقي مولانا الدكتور علي جمعة وبعدين هتلاقي الجيل بقى يسلم جيل وبعدين الجيل بقى بتاعت دكتور عمر الورداني دكتور عمر الورداني يجي لي بقى فيعني وصلنا على مشارف الخمسين فإحنا كده تمام لسا صغيرين برضا فهنا هتلاقي تلت أجيال والتلت أجيال هنا كل يقدم بما يتفق مع علمه يتفق مع وقته يتفق مع زمنه بالمناسبة وفي نفس الوقت البرامج التلاتة مختلفة يعني انت هتلاقي مولانا الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه بيتكلم في مواضيع تختلف عما يتحدث في مولانا الإمام العلامة الدكتور علي جمعة يختلف عما يقدمه لنا الدكتور عمر الورداني في برنامجه ولا تعسره هتلاقي طبعا زي ما انتم شايفين عندنا رشا الجمال وحكاوي القهوي برنامج ممتد يعني من ابنة او من ام الى ابنة رامي محمد رامي لا ده انا رامي ما سبتوش بقى كان قاعد معايا قبل الحلقة كل ودني لمدة 45 دقيقة والله رامي ده مذهل بس برنامجه حلو كل ودني بس برنامجه حلو في ورس الاسلام عايز اقول لكم ان برضه من ضمن الحاجات الحلوة بقى وده عجبني جدا ان المسلسل اللي عن سبنا الامام الشافعي رضي الله عنه وارضاه اللي هو رسالة الامام وهو من بطولة خالد النبوي موجود معانا بقى هنا في القناة الاولى ده بجد مش اظهر ده حاجة بالنسبالي رائعة جدا 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 لاننا من الناس اللي دايما تشجع قوي وتهتم بالنوع ده من المسلسلات المسلسلات اللي بنطلق عليها ما بين قصين مسلسلات التاريخية دي مهمة جدا اوي خالص كمان انا من الناس قالدي لا استطيع ابدا اخفاء اعجابي الدائم والشديد وحبي ليسر جلال واحترمه جدا بالمناسبة فطبعا عنده علاقة مشروعة لا ده اسم المسلسل اما ريهام حجاج فموجودة معانا برضه على شاشة الاولى بمسلسلها جميلة طيب تعالى بقى أنا كنت بقولك على إيه على البرامج بتاعتنا الموجودة وهي البرامج لو صح تعبير البرامج الدينية عندنا برنامج دولة التلاوة وده مع العلامة الدكتور علي جمعة ده أظن وهيطلع حتة برنامج مفيش بعد كده معانا كمان زي ما كنت بقولك ورامي زميل عزيز رامي محمد عامل برنامج فوارس الإسلام ده بقى عبارة عن مجموعة من الحكايات عن مجموعة من رموز قادة المسلمين ورا في عرايته والحقيقة حتى هو بيتكلم معايا قاعد حكالي على إزاي حول قدر الإمكان يعملوا البرنامج مرتبط بالشهر الفضيل وفي نفس الوقت يبقى مرتبط قدر الإمكان باللغة المصرية الهادئة المتوسطة البسيطة بحيث أن كل الناس تقدر تتفرج على البرنامج فيخلو من التقعير ويمتلق بالإيه بالمعلومات معانا برنامج كمان رسالة الإمام الطيب لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ومعانا بطبيعة الحال تفسيرات مولانا الإمام رحمة الله عليه الشيخ الشعراوي وطبعا تفسير الشيخ الشعراوي الفريد دايما بطريقته خد بالك بطريقته أبو أسلوب يمكن حتى كان جزء من كلامي مع زميل يرامي محمد علا إزاي الإمام الشعراوي كان يتكلم مع الناس بلغة شديدة البساطة شديدة السلاسة شديدة السهولة فالتفت حوله الملايين من مصر ومن كل العالم الإسلامي ليه كاريزماتيك ليه بسيط بس بمنطقة البساطة طيب هديجي تقول يوم ماذا عن علم وأقولك أيوة مفيش خلاف على أنه مولانا الشيخ الشعراوي ورحمة الله عليه كان إماما عالما العلم موجود القدرة على إعطاء العلم هي دي بقى التميز طيب برنامج ولا تعسره احنا انا بنتكلم على صياغة المسائل الفقهية وشرحها ولكن طبقا للعصر طيب إيه علاقة طبقا للعصر يا يوسف أقولك آه طبعا إذا كان الرسول يتكلم على كده أنتم أعلم بأمور دنياكم يعني الأمور بتفسر وبطليق على حسب المجتمع اللي انت فيه العصر اللي انت عايش فيه إلا في الثوابت المذكورة في النص القرآني الكريم بس أما كل ما هو فقه فهو إيه آراء فيها المختلف عليه وفيها المتفق عليه صح جميل طيب بناء على إيه جزء منها بناء على العلم أنا هنا بكلمك على العلم العلم الإنساني مش العلوم الربانية مش العلوم القرآني طب وإيه تاني متطلبات العصر والمجتمع وتحولاته وتفاعلاته وما إلى ذلك طب أخذك بقى من ده ونروح على حكاوي الأهاوي واللي بيرجع لنا بحكايات جديدة مع زميلتنا العزيزة جدا رشا الجمال مصر تغني ده برنامج أنا بحبه أوي 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 مصر تغني وإحمد عبدالله فبحب البرنامج ليه بقى أنا أقول لك ده برنامج بيوري لك أن مصر لم تتوقف عن الغناء منذ وجود وظهور أول مصري على سطح هذه الأرض يعني أول ما قلنا يا جماعة الأرض دي اسمها مصريم أو مصر أو 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 إحنا بنغني وبنغني من أول ما بنصح الصبح لحد ما بننام البيعين في الشوارع بيغنوا العمال بيغنوا هم وقفينوا على المكان وهم شائلين الغلق البنات بتغني على مكان الخياطة إحنا بنغني وإحنا رايحين المدرسة أو إحنا راجعين حتى لو غنى فيه تريقة وضحك وهزار المصري بيغني هو فعلا مصري تغني أحمد الحقيقة عمل حاجة لطيفة هو جايب لك الغنى في مصر المحروسة من الشمال للجنوب من الشرق للغرب أحمد ما سابش نقطة في مصر ما بيغطيهاش برنامج فعلا مفيد ومهمة قوي تشوف هنا قوة مصر أم 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 الدنيا طبعا أنا في الزنة هوا فيه أم دنيا غيرنا طبعا إحنا أم الدنيا بالحضارة بالتاريخ بالعلم بالفلسفة بالتنوير بكل ده فطبيعي إن إحنا يبقى فيه عندنا برنامج حتى لما عدت مرة فعش يا جماعة مهم فعطال قعدنا نتكلم أنا هو بالحوالي شهر على إنه الثلاثين حلقة فعلا ما يكفوش ولا حتى الثلاثمائة خمسة وستين على حجم أنواع الغنى أنواع الغنى اللي في مصر مش هقولك بقى الفرق ولا الأنواع وأسليب الغنى ما يكفوش تعالى بقى نروح للأكل اللي أنا بحبه بموت فيه وإن كنت بصه ساعدوني بقى وعايز كله يساعدني في ده والله بالنصح والإرشاد طرة وبإنه محدش يغريني بالأكل طرة أخرى أنا واخت قرار وحطت لنفسي تارجد في رمضان أخص عشرة كيلو هعمل إيه ما عرفش بس هخص ما بحبش الحلويات أعمر عمر بيقولي كونفك ما بحبش الحلويات عمر ما كانت مشكلتي حلويات أبدا أنا مشكلتي الكميات أنزل كده أخلص لك تربزة زي دي بس في سنة ده بقيت يا دوبة خلص نصها أنا بقى عايز أخلص يا دوبة على الربع كفية أولا أكلت أمي للشيف أحمد المغازي وبمشاركة مجموعة من المزيعين والمزيعات في القناة الأولى المصرية أما صباح الخير يا مصر فيفضل دايما موجود معانا وده طبيعي وما يليه بقى من تغطيات إخبارية وحتى البرنامج الأفضل الأجمل الأكبر الأشهر الأوسع جماهرية الأعلى مشاهدة شوف التوضع اللي أنا فيها يا ملاح أول الله العظيم شوف أنا محبش أقول غير الحقيقة طب بالمناسبة بقى البرنامج ده فعلا غالبا يعني أنا معديش إحصاء مكتوب يعني يقول كده بس غالبا يعني هو ده أكتر برنامج بيشوفه المصريين أول الله العظيم ده إحساسي أو انطباعي مش إحساس انطباع يعني باخده لما بشوف الناس في الشيارة طب ناس مين بقى؟ هتقولي الناس مين؟ أقولك بوسطاء هذا المجتمع أهلينا أنا راجل بجد يعني أحب قاعدة الارصفة وقاعدة الدكة قدام العمرات وحاجات زي كده والراغي مع الناس اللي وقفة في الكوشك وكلام منه فأنا بنبسط جدا مش إنه هم عارفوني لا أنا بنبسط إنه هم بيتفرجوا على البرنامج وبيعودوا يتناقشوا فيه وإنت قلت كذا ويختلفوا معايا ويتفقوا معايا المهم إنه والله بكلمك بجد فإحنا موجودين معاكم من صباحية ربنا صباح الخير يا مصر تغطيات برامج التاسعة طيب ده كده قناة الأولى قناة مصر الأولى التلفزيون ماس بيرو يعني التاريخ كله طيب تعال على قناة الحياة قناة الحياة قناة الشقيقة الظريفة الجميلة وتقدم قناة الحياة بث مباشر لصلاة العيشة والترويح من مسجد مولانا سيدنا الحسين بدءا من الليلة بدءا من الليلة ومن مسجد سيدنا الحسين حلوة دي قوي 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 عجبتني خلق مصر ده مصر دي هي بلد الجوامع والمقازن وما إلا زلك ده القاهرة بس هي بلد الألف مأزانة بس بقى اختيار الحسين اختيار عظيم الحقيقة من إدارة القناة عظيم برافو عشرة على عشرة طيب طبعا القرآن الكريم بصوت كبار القراء أما الإمامة للمصلين فهي من الليلة فأول يوم ترويح للشهر الكريم والشيخ الدكتور أحمد نعينع الله الله وطول الشهر الكريم يقوم بإمامة الصلاة وتلاوة القرآن الكريم نخبة من كبار القراء يمكن للسادة المشاهدين لاستمتاع بأصوات صفوة قراء دولة التلاوة مدرسة المدارس المدرسة المصرية أصوات من السماء في مقدمتهم فضيلة القارئ الشيخ أحمد نعينع أيضا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطروتي أيضا أحمد تميم المراغي يا سلام مصر دي حلو يا جماعة زادة عن اللزوم آه حلوتها زيدة حتة فعلا إيه في مصر مش حلو يا عبد العظيم والله باتكلم جدا مهزار إيه اللي في مصر مش حلو أحلى قراءة القرآن في الوجود أصوات المصريين ومدرسة المصريين أحلى مساجد ومقازن في الوجود عندنا طيب حاجة أحلى كنايس أحلى خشوع عند كل الأديان شعب بيحب ربنا في المطلق في ضراء قبل السراء وأثناء السراء يكثر من الدعاء الإبتهال بيرفع إيديه بيصلي حتى وهو مش محتاج أنت البلد اللي بتروح للأولية صوفي وإبطي سواء إذا كنت مسلم ولا مسيح يعني تلاقي مسلمين كده في مولة ستنا العدرة ومساحيين كده عند سيدنا عبد الرحيم القناوي بتحصل فين دي أول أنا بتكلم بجد فين؟ غير هنا طيب قل لي فين؟ تلاقي جامع لزق في معبد فرعوني أنا بتكلم على الجامع والمقام والدريح بتاع سيدنا أبو الحجاج لقصري جامع لزق في المعبد المصري القديم لزق في دير قديم وكنيسة لزق أزيدك من الشعر بيت لما كان سيدي أبو الحجاج لقصري نفسه لسه عايش وبيدي الدروس بتاعته عارف كان بيديها فين؟ بيديها في الساحة بتاعة الدير عشان كان لسه الساحة بتاعة الضريح اللي بعد كده بقى ضريح المكان اللي كان بيدي فيه الدروس لسه ما كانش جاهز فالراهبات كان دير للراهبات مش للرهبات كانوا بيفسحوا ليه مكان في ساحة الدير بتاعهم عشان يدي الدروس بتاعة المسلمين قولي فين؟ طب قولي مين ينفع يبقى زينا ولا حتى ينفع يبقى قدنا ولا نصنا ولا ربعنا فاصل ونكمل الكلام بين سرديات وتراجم التاريخ خلدت ذاقرة العصور الإسلامية سيرة فرسان بلغوا رسالة الدعوة وحملوا راية الإسلام إلى مشارق الأرض ومغاربها كان يقاتل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قائد من فوارس الإسلام دفع أغلى مهر في التاريخ النبي صلى الله عليه وسلم قال لصوته خير من فئة لنقطة تحول في مسيرة الجهاد الإسلام مش مجرد أنه هيفتح علشان يستولي على المكان ولكن لكي ينشر الإسلام صوب الأبودية لله لانا سبب في المصر في سجل الفوارس الفاتحين فوارس الإسلام مع رامي محمد يوميا الثالثة وخمس دقائق عصرة أهلا بيكم معنا مرة تانية برنامج فوارس الإسلام وخلي يعني ناخد معنا زميلنا العزيز على التليفون رامي محمد زكا رامي أستاذ يوسك الغالي والعزيز كل سنة محبتك طيب وكل مشاهديك بخير حبيبي يا رامي ربنا خليك رب وانت طيب كلمني عن فوارس الإسلام كده بإجازة يا رامي نلسه قيل انت مسكتني 45 دقيقة قبل الهواء فانت ليه في زمتي دلوقتي دي أو نص دقيقتين تلخص وريني مهارتك في التلخيص تمام هو فوارس الإسلام برنامج بيتناول خلال أيام شهر رمضان فارس أو قائد وموقع عبر التاريخ الإسلامي وأغلب المواقع دي مرتبطة في شهر رمضان الكريم كتب فيها النصر والفتح على المسلمين خلال شهر رمضان في أكثر من فقرة في فقرة عن الأسباب والدوافع خوض المسلمين أو المسلمون هذه الموقعة والأسباب مش بتبقى للحرب يعني الإسلام لم يدخل الموقع دي لمجرد الحرب أو الفتح لكن لها أسباب منها يرسل الرسل والكتب وأيضا محاولات الصيحة الكثيرة والحرب بتبقى الخيار الأخير صحيح في كمان بنجيب بعض المواقف والمشاهد للفرسان والقادة سواء في الخطط والعقرية العسكرية والفرسية الكبيرة أو كمان المواقف الإنسانية يعني من وصايا للإسلام والنبي دائما لا تقطعوا شجرة لا تقتلوا شيخا لا تقتلوا مرأة لا تقتلوا طفلا ففي وصايا مرتبطة حتى بالحروب وأخلاق الحرب في الإسلام وبنتكلم في الآخر على النتائج هل النتائج دين خروج العلماء فيما بعد دخول الإسلام لهذه المدن وهذه الفتوحات خرج من البلاد دي علماء مسلمين خرج منها نوابغ كمان نشر الدين في البلاد دي بشكل واسع ودخول الكثير من أهل البلاد دي في الإسلام بنترح كمان مجموعة كبيرة جدا من المواقع المرتبطة بالشهر الكريم وكمان فيها مواقع إنسانية والتماعية وأبرز الفرسان طبعا في عصور مختلفة نتكلم عن عصر النبوي كمان عصر الخلفاء الراشدين وبننتقل بين العصور حتى كمان العصر المملوكي والأيوبي وبنتناول بعض المواقع اللي بيثاموا حكاة أو قرب من الحالة يعني العصر المملوكي والأيوبي رحنا صورنا على التراح الدين والقلاع والقصور الملكية صورنا في عصر الخلفاء والعهد النبوي في المتاجد فربطت ما بين المكان والحدوتة نفسها أو الفرس بشكل كبير جدا طيب دايماً يا رامي في البرامج اللي من النوع ده بيبقى في حد بيثير إعجابك الشديد وإنت بتشتغل أكتر فارس من هؤلاء الفوارس علق في دماغك مين أنا أقولك على حاجة ودي ممكن أنا لما بشتغل على الموضوع بتاع الفوارس أو كمان الشخصات التاريخية أنا بوصل لمرحلة إن أنا ببقى على قناعة كبيرة ممكن أنا ما أحلم بيهم كمان يعني طب حلو فأنا كان دايماً الزباير ابن العوام كان يعني عالق في ذهني بشكل كبير جداً خاصةً كمان دوره في فتح مصر طبعاً وفتح حسن بابليون وكمان لما عمرو بن العاص أرسل الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب بيطلب منه الإمدادات فأرسل له أربع تلاف فارس وقال له أرسل لك أربع تلاف فارس على رأس كل ألف فارس بألف كان منهم المقدار ابن الأسود والزباير ابن العوام فهو فارس بألف فدول علاقوا معك جداً طيب جداً بص بقى إحنا منتظرين البرنامج كل يوم الساعة 3 و 5 قبل الفطار صحي كده؟ صحيح نتفرج على البرنامج وبعدين طبعاً كده كده أنا وإنت هنتقابل كتير في الشهر رمضان المبارك فبقى هاعد أقول لك رأيي أول باول قدر اللي استطاعها لكن ما شاء الله واضح أنه برنامج جميل وأظنه برنامج مفيد جداً لنا كلنا كل الشكر ليك زميل العزيز رامي محمد طيب تعالوا بقى نروح ألاقيه ناخد برنامج إيه عندنا إيه مصر دولة التلاوة ده مولانا الدكتور علي جمعة الإمام العلامة وزميلي وصديق العزيز عمر خليل أظن عمر معنا على التليفونة لسه طيب تعالوا نشوف البرومو قبل ما ناخد معنا عمر على التليفون أصوات تأخذ بقلبك بعقلك بروحك إلى الملأ الأعلى أصوات لها حلاوة وعليها طلاوة كأننا نستمع ونرى قرآنا يمشي على الأرض رجال أكرموا كتاب الله سبحانه وتعالى فأكرمهم وأعلى من شأنهم وذكرهم يبدأ في البيات أعوذ بالله من الشيطان الرجيد أعلام القراء في مصر دولة التلاوة مصر دولة التلاوة في رمضان طيب احنا معنا بقى على التليفون زميلي يا صديق العزيز عمر خليل زكي عمور كل سنة وانت طيب ورمضان كريم الله أكبر يا يوسف رمضان كريم عليك وعلى المشاهدي التاسع الكرام وكل سنة ومصر طيبة والمصرين والعلم كله بخير يوسف اللهم انت بتتحكي علشان عمور دولة ما فيش حد بيقول عمور دي على الهوى طبعا طبعا يا جو نحن نختلف نحن نختلف على التخاري دايما عمور طبعا أنا يعني ما عنديش شك ولا واحد في الزليون ان البرنامج ده يبقى واحد من اجمل البرامج كما جرت العادة مع مولانا علي جمعة وكما جرت العادة مع الاسرحة عمور لكن خليني الاول لن احسدك وانما اغبطك على انك دايما مع مولانا الدكتور علي جمعة يا بختك يا اخي يا بختك والله يتكلمك بالله والله دعوة امي بقى هعمل ايه يا ربي فل يا ربي دايما يا رب ويكتبك دايما كل الصالح عمور كلمني شوية على دولة التلاوة انا حتى كنت بقول ما اظنش يعني القرآن الكريم دايما حلو في المطلق وقراءة القرآن دائما حلوة بس عندنا في مصر هي اكثر حلاوة وطلاوة ومتعة حاجة كده تاخدك واتطلعك لسابع سماء مضبوط البرنامج المراضي نهجه ايه لان انا ما اظنوش ان هو مجرد حكي عن القراء المصريين انا اظن واخد زاوية تانية بوصر يوزك اولا انا عادة دولة التلاوة هو استمال لما بدأوا فاضلة الدكتور علي جمعة من ثلاث سنين بالظبط كنا بدأنا بمصر ارض الانبياء ثم مصر ارض الصلاحين ثم مصر ارض الهجددين في رمضان الماضي والسنة دي مصر دولة التلاوة القاسم المشارك كان يوسف دائما بيبقى مصر مصر الحمد لله عامرة وزاخرة سواء بالانبياء اللي ضروا هاو العاشق او الصلاحين والمجددين النهاردة بقى باذن الله مصر دولة التلاوة دائما بيقال يوسف ان القرآن الكريم نزل في الحجاب طبعه في اسطنبول وقرئه في مصر وهنا بتأتي عزمة مصر مصر الصلاحين القرآن الكريم الكريم على المر العصور كلها وحتى اليوم يوسف كم انا قريبا اسألك سؤال من القارئ اللي انت دايما دايما قلبك بيهفو ليه كده ولما بيجي في الزاعة بتعلي كده الرابي وانت سايق هقولك الحصري والشعشاعي جميل جدا ليكن فلشك محمود خليل الحصري تخيل بقى ان انت تحب هذا القارئ والعلمة الكبير احنا بقى ان شاء الله دكتور عاني جمعة والعبد الفقير الى الله هنعيشك مع فضيلة الشيخ الحصري منذ ان كان طفل كيف نشأ وكيف تربع كيف تعلم المحطات اللي في حياته ايضا كمان تميزه في دولة بيتميز بايه فتحجي ان شاء الله كده هنعيش معاه مع تلاتة وتلاتين من كبار الأئمة والقراء طبعا هم أكثر من تلاتة وتلاتين ولكن يعني ليكن السنة دي ان شاء الله تلاتة وتلاتين كده مبدئيا طب انتو خلصتوا تصوير حلقات ولا لسا اه الحمد لله اه الحمد لله خلصتوا تصوير ايه كي انا قلت بقى هعدي عليك انتو بتصوروا كنتو في مسجد فاضل مضبوط صح كده صح كده المسجد الجميلة يا بختك بقى انت جار مسجد فاضل وجار مولانا الامام علي جمعة وبتطلع مع مولانا على طول يعني طب احنا تتشود اللهم لا حسب لمجرد فرحة بيك وطمع في ان احنا نبقى جزء من الفاضل ده واحنا كلها نص ساعة وندخل الخميس يعني ان شاء الله بإذن الله خمسة وخميسة في عيني لما يصلي عن نبي حبيبي يا عمر كل سنة وانت طيب وتحياتنا المولانا والنبي لما تشوفه وبسهول يبوس ايده ربنا يخليك ربنا يخليك وانت بالصحة والسلام يا عمر وكهدي التسعة بخير والجميع بخير ان شاء الله ان شاء الله ده من رمضان شاعة ربنا اللهم امين اللهم امين كل شكر لزميلي يا صديقي العزيز عمر خليل وبرنامجه مصر دولة التلاوة ده جد اسمه على مسمة هي تسمت فعلا كده بالصح وبالمزبوط طيب اخدك ونروح على مسلسل رسالة الامام واحد من اهم المسلسلات في رمضان قولي ليه اقولك احنا بنتكلم على سيدنا الامام الشفعي والامام الشفعي الحقيقة هو مسل حقيقي في مسألة المتغيرات الاجتماعية او ازاي الفتوى والرؤى الفقهية قد تختلف باختلاف المجتمعات فانت هتشوف الامام الشفعي مثلا كيف كان يتحدث عندما كان في العراق وكيف كانت اراءه طيب ولما جلنا مصر كيف تحدث وكيف كانت اراءه وده من اهم الحاجات اللي في فقه الامام الشفعي واظنه ده هتلاقيه واضح جدا في رسالة الامام عن مولانا الامام الشفعي رضي الله عنه وارضاه عايزكوا تشوفوا معايا البرومو وبعدين نرجع نكمل الكلام اهلا بضيفنا الغالي حللت أهلاً ورزلت سهماً ستفيد حلقات هنا من علومك أيها الفقير سمعت أنك تنوي جمع طراث الليس بن سعد رحمه الله أنا في هذا خادمك ومعينك إن شاء الله يا إمام كيف تصمد هذه المخصوطات أمام الزمن؟ الكثير من أوراق البردي صمدت منذ نيسريين وقدماء وحتى اليوم إن الإمام الليس حدثنا بجواز الانتفاع بالجلول بعد أن تبدأ فتتطهر لابد أنه يمر على الأحواف في الطريق إلى تنيس إنه سيف أمير المؤمنين اتقناها في الناس يغفر لك الذي لا يعبد سواء إن صيدك الثمينة قد وقع علينا أن ندون العلم بحرص حتى إذا توقفت القلوب بقيت السطور أنا بحترمها وعرف قدرها كويس هاوزت تتجوز مين عمري بيقول لأميتهم مدهودوا وتعبوا وأتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا بقى بي أنت وأمي أبا عبد الله أريد أن أرأى بي وقتا أكثر لا أحب أن ألاما في طلب العلم سيبني بحصر أبي أنصحك أيها الفقيه بأن تعيد قراءة الموطن تعمدني بنصحك في الفراد وجنبني من نصيحك في الجماعة جئت إلى مصر واستقبلني أهلها بكرم فياض اللهم أحفظ مصر وأهلها واجع الأمة الإسلام في رباطن إذا يوميا رسالة الإمام يوميا الثانية عشر منتصف الليل في رمضان آه واضح أن المسلسل ده مليان 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 يعني طب إحنا معنا على التليفون الفنان هو النجم الرائع أوي جدا خالص وإن لم يسبق لنا لا الحديث ولا اللقاء إلا أني دائما في العلن قبل السر أعلن إعجابي المستمر بي نضال الشفعي زكا نضال يا أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا أهلا شرف كبير كبير لا أنا اللي تشرف ما تنشي كده أتلاط إننا نتقابل وإن شاء الله نتقابل على خير وإذن الله بإذن الله شرف كبير إن أكون مع إعلاني بير وعظيل لا خالص خالص ما تجيبش أكبر أكبر مما أستحق ربنا يخليك ربنا يخليك أشكرك كل سنة متطيب الأول على رمضان وأتمنى يعني إن شاء الله أنه رمضان الخير يجي علينا جميعا بالخير كلنا في إذن الله مصر كلها والأمة العربية كلها آمين يا رب يجعله رمضان كريم علينا جميعا نضل أنت بتجسد شخصية مين لأنه يبدو أنها شخصية شديدة البأس مين الشخصية أنا يدوب بلقت كده من البرومو فخفت بصراحة الله يعني أنا بقوم بأحد القادة في هذا الزمن زمن الإمام الشفعي لما جاء إلى مصر وهو عبد العزيز الجروي والجروي هو كان ساعتها هو رئيس الشرطة ورئيس العسس ورئيس دار السك وهو كان يعني في فترة الإمام الشفعي اللي جي فيها مصر كان فيه كم من الصراعات لضعف الدولة العباسية وعدم قدرتها على السيطرة على الأمصار بتاعتها يعني كان فيه ملاح من بين العباسيين والأموين حواديت يعني بالزبط بالزبط فكان فيه سراع كبير جدا جدا تاريخي في الفترة دي الجروي يعني كان من أحد أقطاب السراع ده يعني آه آه طيب ايه قل بقى المسلسل على ما يبدو جزء منه كبير جدا هو مش بس متعلق بأنه هو رسالة الإمام الشفعي لكن هو كمان واضح أن المسلسل يمتلق بالسياسة اللي كانت حصلة وقتها مش بس فقه الإمام الشفعي ولا بس أراءه يعني المسلسل تاريخ وسياسة بص أقول لحضرتك حاجة أنا اللي قدر أقوله أنه مسلسل الإمام الشفعي هو عود أحمد للدراما التاريخية التي تتناسب وتليق مع المقامات الآتية مقام الإمام الشفعي هذه القامة الكبيرة الدينية ومقام مصف الفني العظيم والتاريخي الكبير وفي نفس الوقت هي فكرة أن مصر كان بقالها سنين كبيرة جدا نقدمتش عمل تاريخي كبير فالإمام الشفعي قبل أن يكون إحنا بنقدم عمل ديني فإحنا بنقدم عمل تاريخي يؤرخ لهذه الفترة على مستويات كتيرة جدا على المستوى العربي على المستوى المصري الداخلي على مستوى العلاقات الموجودة على مستوى شكل الدين وشكل التحديث للرؤى الدينية اللي كانت موجودة في الفترة دي وإزاي قدر الإمام الشفعي أنه يخلق فكر متزن ويقدر يقدم وجهة نظر حقيقية وصحيحة للدين الإسلامي في فترة كانت شائكة جدا جدا على المستوى الاقتصادي والسياسي وعلى مستوى كتير جدا والله على ما يبدو كمان واضح أنه في مصر كانت أنا ذاك أرض النضال يا سيد نضال ودي واضحة واضحة في المسلسل يعني على كل أنا أتمنى لك كل التوفيق دايما وحقيقة أتمنى أنت خلصتوا حلقات ولا لسه احنا بنصور حاليا يعني احنا دلوقتي في قمة الشغل في خلية النحل اللي قيمة واسمح لي أن أنا من خلال حضرتك أوجه كامل الشكر والتقدير لمن أشار لنا بقطوة البداية أن احنا نعمل هذا العمل العظيم وهي رسالة الإمام سواء من يعني العين الساهرة علينا وعلى مصر وعلى الفن من أكبر حد وهو سيادة الرئيس واهتمامه بهذا العمل واهتمامه أنه يقدم أعمال فنية حقيقية تمثل قوة مصر النعمة القوية جدا فكل الشكر لسيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر لشركة الإنتاج المتحدة الشركة المتحدة وشركة هاب ميديا بصراحة أقدموا كل القدرات الحقيقية المصرية القوية لتقديم عمل قوي زي ما قلت قبل كده يتناسب مع قيمة مصر الحقيقية والفنية والقوى النعمة الأصيبة المصرية يعني هو شكر واجب أن أنا أقدمه من خلال حضرتك طبعا وبشكر وبقدم يعني بقول أنه خالد النبوي بصراحة والنجم نجم يستحق بجد أنه يحمل هذه الرسالة ويقدمها شكر طبعا لأستاذ ليس حج ومحمد رشام عباية المؤلف وأستاذ ليس حج والمقرج بصراحة يعني أين أن صقر المقرج المنافس بصراحة عمل ملحمة برضو اسمح لي يعني من خلال حضرتك أقدموا كل التهاني وكل العاملين في العمل بصراحة مقدمين بصراحة في منظومة وخلية نحل مهتمة بكل تفاصيل هذا العمل من اكسسوار طريقة شكل طريقة تاريخية مصحح تاريخي مصحح على مستوى الشكل الناس اللي بتمشي في الحواري المصرية من 2 سنة هجرية كان شكلها عامل إزاي الحروب شكلها أدق أدق التفاصيل والله يا سيد يوسف يعني في حالة اهتمام شديد بيها جدا كم من المخططات والخرائط الكبيرة جدا لأدق التفاصيل عشان نعرف نقدمها للناس بحيث أن نقدم هذه الرسالة وهي رسالة الإمام رسالة مصرية فنية تاريخية خالصة نتمنى أنها تكون عند حسن ظن الناس بإذن الله مما لا شك فيه كل التوفيق ليكم جميعا وأنا أضم صوت لصوتك في هذا الشكر أشكرك جدا 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 يا نضال كل الشكر اللي فنانة ونجمنا الرائع الحقيقة نضال الشفعي على ما يبدو لا هو واضح بصراحة مش على ما يبدو إنه ده مسلسل بإذن الله يليق باسم مصر وخلوني مرة أحكي لكم على مش بقى نضال الشفعي على النضال بتاع الإمام الشفعي في القضاء ولأجل إعلاء كلمة الحق خلونا نروح لفاصل وبعد الفاصل نرجع بقى مع إيه؟ مع مولانا النقشبان دي بس أكيد مش بنفسه رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جناته أحفاده اللي شايلين إرث الإبتهال والذكر والإنشاد ذكريات الجد الكبير مع العيلة والإبتهالات الدينية الشهيرة ليه بصوت الأحفاد تستنونا أهلا وسهلا بحضراتكم ما فيش حد في الدنيا بالمعنى الحرفي الكلمة في الدنيا ما لاش علاقة بقى بها مسلم ولا مسيحي ولا مصري ولا عربي ولا أجنبي ما بيحبش الشيخ النقشبان دي وما استمتعش بصوته ولازم تبقى عارف إنه مولانا النقشبان دي كان رجلا عالميا بالمعنى الكامل يعني هو لف الدنيا وتسمع في الدنيا المثل المصري يقول اللي خلف ما ماتش قولي ليه أحفاد بقى ما ماتش برضو كمان فاحنا معانا أحفاد مولانا الشيخ النقشبان دي أحمد ممدوح إبراهيم النقشبان دي أهلا وسهلا إزاي الصحة الأحوال كله تمام وأكرم ممدوح إبراهيم النقشبان دي منوارنا زكي أكرم حمليين الأخبار أنا كنت أقول على مولانا الشيخ النقشبان دي وده الحقيقة مشانا اللي بقوله هو التاريخ اللي بيقول كده إنه صوت عالمي ولف الدنيا والكل بيعرف عربي ما بيعرفش عربي انبسطوا وسقفوا دي حقيقة واستمتعوا أوي وده من ضمن الغرائب الناس حبيتوا ليه تعالي نبدأ الأول باب وحميد ونروح لأقرب تمام أول حاجة كده عشان بسطته في التعبير وفي المعنى وفي الإحساس الجميل ما كانش عنده تكلف نهائي في أي حاجة كان بيقولها كان بيقول كل جمله من قلبه ما كانش عنده رولز ما كانش عنده التزام بأي هو كل حاجة كانت طلعة من قلبه ومن إحساسه فبالتالي البني آدم اللي بيطلع كل حاجة من قلبه بتوصل للجمهور طبعا بتوصل بيتمث القلب فبالتالي هو فضل معلم مع الناس إلى أن تقوم الساعة لأنه هو فعلا كل الكلمة كان بيقولها كانت نابعة من قلبه لا كان بيلتزم بالأحن يعني هو كان حاجة كده إلهية ربانية كده نازلة سبحانك يا ربان وفعلا يعني إحنا كلنا لما بنيجي لما بسمع بسمع له أي حاجة لغاية دلوقتي والله أستاذ يوسي فعلا يعني الجسمي دي أشعر كده بحس إن هي يعني كنت بسمع لأول مرة أستاذ يوسي صح أنا بعتقد أن ده فتوح رباني كده يعني كان مولانا هو اللي بيضع القعدة بالزبط مش توضع له القعدة بالزبط صحيح؟ بالزبط حتى مع الألحان اللي هو كان بيغنيها بيابتهلها يعني كان بس يعني مثلا الفنان الرائع بليك حمدي فإزاي الأستاذ بليك حط اللحن للشيخ سيد وسب له المسافة الحرية اللي هو يا مولانا عيش أنت عارف إن مولانا كان مستغرب لما قالوله أنت هتقول على الحن بليك حمدي فأصلا عارف القصة دي كويس وكانت متسجلة هنا في هذا المبنى العظيم يعني 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 إزاي طيب يعني أنا هقول على الحن بليك حمدي بطيبا ما ينفعش فبليك حمدي الله يرحمه قاله بص يا مولانا أنا هخليك تقول على لحن لا أبنه ولا بعده ولو ما عجبكش هنمسح فمولانا بدأ يقول وعجبوا اللحن زي ما تقول كده ونخشش في الدماء وخرج أثنى على بليغ وشد على يده فعلا والأعمال كتير ما بينهم طبعا وخلاص بقى وعشان كده اللحن نفضل فضل عايش لغاية الساعة اللحن أستاذ بليل قاله أنا أعملك لحنة يعيش العمر كل أنا أعملك لحنة هيعيش العمر كله وبعدك بالزبط وهتشوف فعلا وبالمناسبة دي مش بس عبقرية بليغ ده عبقرية مولانا طبعا اللي آمن بالفكرة الله يفتح علي طبعا وخض المخطرة طبعا يعني بليغ حمد بيقول الحال للمغنيين العاديين حب ومش عارف إيه كلام من ده طيب يعني هتيجي إزاي وبعدين مولانا ده مولاء يقدر يقول لا آآ آآ عادي جد بالزبط طب نجرب طب بقول لكم ما تيجو نجرب الأول نسمع بقى يعني نسمع عشان هو عدتكلم بس عشان أستاذ بليغ كمان نسمع مولاي نسمع مولاي الأول مولاي مولاي يا الله بيهم نسمع مولاي 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 إني ببابك قد بسطت يا دين ما لي ألوز به إلا كيا سندي مولاي إني ببابك قد بسطت يا دين ما لي ألوز به إلا كيا سندي مولاي مولاي يا مولاي مولاي إني ببابك مولاي إني ببابك أقوم بالليل والأسحار ساجية أدعو وهمس دعائي أدعو وهمس دعائي مولاي بالدموع ندي مولاي 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 وعاردها فأنت لي شغل عما يرى جسدي تحلو مرارة وعيش في رضاك في رضاك تحلو مرارة وعيش في رضاك ومعطيك سخطاً على عيش من الرغادي من لي سواك ومن 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 سواك بره قلبي ويسمعه كل الخلائق زل في يدي الصمد أدعوك يا رب أدعوك يا رب أدعوك يا رب أدعوك يا رب فاغفر زلتي كرما واجعل شفيع دعاي حسن وطقه وانظر لحالي وانظر لحالي وانظر لحالي في خواب وفي ضواني هل يرحم العبد بعد الله من أحدي مولاي إني ببابك قد قصدت يدي ما اللي ألس بي إلاك يا سدي مولاي يا مولاي الله 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 وبعدين آخر دقتين كده الرجالة صوتهم بدأ بقى إيه يفتحوا ينجلي وبدأوا يخشوا في الحالة لأ إحنا نطلع فاصل ونرجع بقى إيه هنسمع بقى واحد واحد ما أنا متاخدنيش فتوك بشكنين مع بعض فأنا بقى واحد كده واحد كده أنا قاعد فاصل ونكمل الكلام لو كده بنتكلم على الزكريات لما بقعد كده بقعد كده ليه عادة يعني فكان ليه زميل في مكان ما ما يعودش غير كده بس المهم يسيبكم من الكلام ده خليقوا راحب برة تانية بقى أكرم وأحمد النقشبان دي منورنا وهنا بقى هسأل إنتو خدتوا السكة وخدتوا الطريق ده عشان مولانا الشيخ النقشبان دي ولا في شيء ما هو اللي دفعكم قد تكون مصادفة ما بدأت إزاي يعني؟ بص بدأت من من وحنا مثلا أنا عندي خمس سنين انت كم سنة دلوقتي يا أحمد أنا ستة وثلاثين طب حلوين ما شاء الله قبل ما يقود تلتمية وستين ربنا ديك صح الله بدنا يكرمك كرم فهي بدأت ممكن من وانا صغير خالص بابا الله يرحمه اكتشف موهبة فينا وأكرم وهو عايز أقول له حالاك ان تلات ربع العيلة بصوتهم حلو أصل يعني ممكن دي حقيقة ولو مصوته حلو وده حلو جدا ومسميع جدا أكرم أنا أكرم أكرم كرم أكرم كرم فبابا الله يرحمه اكتشف ان احنا صوتنا فينا موهبة يعني وطبعا كان أبويا برضو كان بيغني وعم يا الله يرحمه كان بيغني وخالي فالموضوع ما كانش غريب بالنسباله ان احنا يطلع صوتنا حلو العيلة ما شاء الله مليانة مليانة كلها بقولك كلها حتى النساء فيهم اللي ما بتغنيش مثلا تلاقي فكان حلم حياته ان احنا نكمل او ان احنا يشوفنا مبتهدين او منشدين فبدأ ينامي فينا القصة دي بدأ يعلمنا مقالات موسيقية بدأ يجب لنا مقالات موسيقية في البيت ثم توفاه الله احنا وانا في 98 فملحقش يحقق الحلم طبعا كل واحد فينا دراسته كانت مختلفة انا خليج اعلام تربوي فكانت دراستي مختلفة تماما عن مجال الموسيقى او مجال الانشاد الديني انت زميل ربنا خليج ده شرف ليه طبعا وبعدين كمان انا مجال شغلي مختلف تماما بقى خالص عن الدراسة وعن الموهبة يعني انا بشتغل اكزيكتف سوشيف اوكي في مطعم توكا بوكا رستوراند يعني مالوش اي علاقة بالموسيقى ولكن انا باعتبر الموضوع ده برضو موهبة اصلاها فن برضو هو كمان شاطر اوي نروح وندوق والله العظيم بجد فانا اعتبرت برضو الموضوع ده حلم برضو بالنسبة لي ان انا بقى شاف شاطر او ان انا وهي موهبة زي ما حضرتك قلت طبعا فالموضوع المسيقى بقى جي معايا ايه ان انا ده حلم انا نفسي حققه زي زي ما يكون كده ايه هدف في دماغي انا حطه تارجد في دماغي زي انا اكرم كده عاملين زي باند صغير جميل بنعمل في مزيكة دينية واختصرنا كلمة نقش باندي لنقش باند لنقش باند اه هيل اه وده حلم بالنسبة لنا بقى لنا كتير جدا بنسع فيه ان شاء الله مش هنبطن ان شاء الله بإذن الله وعملين زي فكرة كده محتوى جديد ان نفسنا الناس تسمعوا ان احنا عاملين ابتهالات الشخصات النقش باندي بس بتوزيع بتوزيعات جديدة بتوزيع جديد تقدر تشغله في عربيتك تقدر تشغله في كل حتة تقدر تسمعوا في كل حتة بس برؤية مختلفة لنا احنا بمزيكتنا احنا بتوزيعنا احنا ولكن الاساس موجود الاساس هو هو نسمعكو في العاصمة الجديدة بإذن الله في وقت من الهوات شاء الله وبعد ما نروح العاصمة نروح بقى باريس ونروح لندن ونروح بيرتلين ونروح بيورك شاء الله وبإذن الله نملة الدنيا لان احنا المزيكة اللي فتبغنا فعلا زي ما قال احمد جميع انواع الموسيقى اللي حضرتك ممكن تتخيلها احنا الحمد الله عندنا الملكة اللي احنا نقدر نركب عليها كلمات ونقولها ما تصدقش يعني الحمد الله رب العالمين يعني انا واحمد لما بنقعد مع بعض اقول له طب ما تيجي نقول كذا على مقام كذا على تراك كذا عاملين شغل توركي عاملين شغل شرقي عاملين شغل هندي عازل تاخد وقت بس يعني عندنا حب وشغف للموسيقى غير عادي يمكن الحياة بعدتنا شوية ان احنا نكمل ونخد ولكن بنرجع برضو نقعد مع بعض طبعا لازم ونكمل هيتاخد وقتها مفيش مشكلة بس ما تخلوش الوقت يسرقكو اهم حاجة خدها من اخوك العجوز اوعى الوقت يسرقك هتسمعنا يا اكرم بص بغتك على طول انا نقول هو رباه وما نقول لبي بل هو رباه وما نقول لك رباه و رباه 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 يا من ناجي في كل هذا الوجوء رباه 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اراك في كل شيء ولا اراك بشيء فأنت في عين قلبي لكن بعيني خفي وأنت ربي قريب ولا البعيد القصير وأنت ربي قريب ولا البعيد القصير وأنا أنا بعيد القصير والبعيد القصير في كل هذا الوجود يا بلاه الروح تسمو حبا وراه كلما كلما استدت كل ربع أي قلت أني بعيد أني 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 بعيد الله ينور ما شاء الله رب نفتح عليكم هي دي فعلا وعمليا قاعدة لا تحسب نغتنا جري آه لكن احنا لازم نيجي تاني في رمضان إن شاء الله نغني بقى فترة أطول هو أيها تبقى غالبا الحلقة كلها يغنى لأنه الحلقة في رمضان قصيرة مش طويلة زي تار بس تبقى إيه تبقى أطول من الفقر تمام يعني هنبقى ساعة نوعدنا أمان أمان مش هبقى متقل علينا والنبي نورتوني وشرفتوني شكرا لأكرم شكرا لأحمد كل الشكر ليكم أحمد وأكرم النقشة باندي نورونا وشرفونا وأعتقد مولانا في مكانه سامع ومبسوط وسعيد ودعواتكم رب ناخدكم رب ناخدكم رمضان ألف ألف شكر ليكم كل سنوات طيبين ورمضان كريم وكل سنوات طيبين يا جماعة وإن شاء الله طبعا كريم رمزي هتلاقوا هلل علينا دقوا في كين كريم داخل ورقم عشرة ثم بقى إن شاء الله لو كلينا العمر طبعا هنقبلكم السبت كما جارت العادة قولوا إن شاء الله كل سنوات طيبين ورمضان كريم السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة